السلام عليكم اعزائي الطلبات المدارة السنوية الزراعية للتعليم وتدريب المزدوج في مادة السيات ميكانيكية للصف الثالث برنامج فني بساتين وفني انتاج البساتين اهلنا سهلا بكم في حالة جديدة النهاردة هنتكلم عن البرامج اللي بتجرى لصيانة الجرار الزراعي الصيانات صيانات عديدة صيانات صيانات عديدة وعشان نتكلم عن الصيانات فقلنا كلمة صيانة كلمة محافظة كلمة صيانة كلمة محافظة المحافظة على طالة عمر الآلة المحافظة على ادامة صلاحية الآلة المحافظة على عدم تعطل الآلة اثناء العمليات الزراعية المحافظة على عدم توقف الآلة في اي وقت فهنا كلمة صيانة هي محافظة على الآلة بكل نوعية بس دايما اتفقنا اعزائي الطلبة والطالبات ان احنا في اي برنامج من برامج بتاعتنا قصيانة الالتزام بقوعد الصحة والسلامة المهنية تاني اعزائي الطلبة والطالبات اتفقنا ان احنا في اي صيانات لازم الالتزام الكامل بادوات الصحة والسلامة المهنية للمحافظة على الملابس بتاعتنا نفسها وهنا بنكلم طلبة التعليم والتدريب والمزدوج يعني احنا بنشتغل داخل ورش تمام هنا احنا بنشتغل داخل ورش فمن البديهة او من الطبيعي برتدي البلطو او الافورول بتاعي بلبس الخوزة بلبس القفاز او الجوين بلبس الحزاب بتاعي جي من البديهيات قبل ما نتكلم عن الصيانة او برامج الصيانة اللي بتجرع على الجرار الزراعي هنا احنا متفقين ان الصيانة عندنا نوعين يا الصيانة بسيطة يا الصيانة دورية نوعين صيانة يا صيانة بسيطة يا صيانة دورية لكن احنا بنتكلم عموما على برامج الصيانة اللي بتجرع على الجرار الزراعي اللي هو شبه السؤال مضمون في الامتحانات بيجي لك عن برامج الصيانة سواء كان في صح او خطأ سواء فعرف سواء اذكر فهنا هنتكلم النهاردة عن برامج الصيانة اللي بتجرع على الجرار الزراعي واحنا اتفقنا ان احنا لما نجري عملية صيامة لازم يكون عندي معلومة عن الحاجة اللي هامل على الصيامة بنحدد الجرار او الجرارات عشان السؤال يقولك اذكر برامج الصيانة التي تجرع على الجرار الزراعي احنا عندنا الصيانة بتبدأ من صيانة يومية صيانة اسبوعية صيانة شهرية صيانة ربع سنوية صيانة نصف سنوية صيانة تلت تربع سنوية يعني كل تلت شهور صيانة سنوية ونبدأ بقى نتكلم مع بعض ونشتغل عليه ونبدأ بالصيانة اليومية الصيانة اليومية الجرار السواق بيعتبر جزء منه وعشان كده نلاحظ بيبقى فيه حاجة ربطة بين السواق والجرار انه قريب منه قوي زي ما يكون واحدة عنده العربية بتاعته تبقى قريبا منه قوي يصبح الصبح ينظفها ويمسحها ويشوف المية وهي نفس التركيبة اول حاجة بيعملها بتكشف وهنا بيبدأ يكشف على اول جزء في الجرار وهو الجزء الخاص بعملية التبريد هنا بيبدأ باول جزء في الجرار بالريدياتير وهو خاص بعملية التبريد اللي بيحصل الصبح بيفك الغطى بتاع الريدياتير ويبدأ يبص على المية قبل ما بيضع يشغل الجرار يبص على المية اللي موجودة في الريدياتير ويتأكد منها اذا كانت موجود اذا كانت المية زي ما هي مزبوطة تمام مش مزبوطة بيزوالها الريدياتير لسه ما اشتغلش او جرار لسه ما اشتغلش يبدأ يروح عند الزيت وعند الزيت بيقابلنا حكتين بيقابلنا المقاس والصلاحية بيقابلنا المقاس والصلاحية احتماله هو يكون ناسي فبيعمل قاعد صبح فيروح جاي عند مقاس الزيت يطلع المقاس ويمسح بكهنة اللي معاه ويرجع تاني فين في الجرار هنا عايزين نقول حاجة اعزائي الطلباء والطالبات ما ينفعش نقيس مقاس الزيت للجرار وهو شغال واحد اتنين ما ينفعش نقيس مقاس الزيت للجرار والجرار فمنحضر معاي عزائي الطلباء والطالبات يبقى هنا حاجتين اما جائس الزيت لازم يكون الجرار متوقف عن الدوران يكون متوقف عن الدوران والحاجة التانية يكون على الارض مستوية وهو بيقس الزيت هنا بيطلع مقاس الزيت بيمسح بكهنة بيرجع يحط المقاس في مكانه تاني ويطلع وهنا بيبص على الحدين الأدنى والأعلى للزيت إذا لقي الزيت في الحد المضمون خلص بيزود بحاجة تانية ممكن بالإحساس بتاعه يعمل ملمس للزيت أو لو هو وهو ويخرج مقاس الزيت لقي الزيت بينقط يبقى الزيت ده بدأ يفقل الصلاحية بتاعته طيب تالت حاجة يبدأ يكشف على البطارية يبدأ يكشف على البطارية والبطارية زي ما اتفقنا البطارية هي الجزء الرئيسي في إدارة محرك الجرار البطارية هي الجزء الرئيسي في إدارة محرك الجرار يبدأ يعملها يبص على البطارية بتاعته يشوف مستوى الحامض اللي فيها اللي هو زي ما احنا بنسميه ميت النار اللي فيها وعنده زي ما اتفقنا في الزيت حدين برضو في نفس النظام موجود في البطارية بتاعتين لقيت المية مضبوطة خير وبركة طيب انا عندي في تزويد البطارية بتتم بطريقتين الطريقة الاولى لو البطارية نقصة كمية بسيطة من الحامض بزود بمية مقطرة معاي اعزائي الطلبة والطالبات هنا لو البطارية نقصة مية بسيط بزود بالمية المقطرة طيب لو كمية الفقد كبيرة يبقى انا بزود بحامض اللي هو انا عامله عملية الاحلال ما مش بحط حامض مركز بحط تلاتة مية واحد حامض اللي هو بيديني بنسبة تلاتة وتلاتين في المية من نسبة الحامض بعد كده وانا براجع البطارية وبراجع الكابلات ببص على الغطيام بتاع البطارية ممكن بقت فيها غبار او فان سيدادات بعمل لها عملية تسليك فيها غبار او فيها سيدادات لان البطارية اما بيحصل عملية تفاعل اثناء التشغيل بيتم عن طريق الثقب ده خروج التفاعلات عشان ما يحصلش فيها اي مشاكل في البطارية بتاعتي اتأكدت من كابلات تثبيت البطارية والبطارية يبقى كده خدت تلاتة مرحلة رابع مرحلة ببص على الاطارات رابع مرحلة ببص على الاطارات بتاعتي الخامس بشوف خزان الوقود بشوف خزان الوقود كل الكشف ده بيتم والجرار لسه ما اشتغلش كل الكشف ده بيتم والجرار لسه ما اشتغلش وده يتواجبات السائق اليومية كده شاف مية تبريد ذات المحرك البطارية شاف الاطارات شاف الوقود وعندنا اتفقنا في العجل الخالف للجرار التلتين مية والتلت هوا عشان يعمل عملية اتزان للجرار على الارض عشان يعمل عملية اتزان للجرار على الارض لان احنا الجرار بيستعمل في عمليات داخل المزرع عبارة عن حرد لو حرد بيبقى فيه قوة في الارض بتشد الجرار لو جرار من العجل الخلفي ما فيهش مية ممكن الجرار عجل يفوت وما يقدش عملية بتاعته فبناء عليه هنا بنحط المية في الاطارات الخلفية للجرار عشان تعمل عملية تزان للجرار اثناء ده العمليات الزرعية بتاعته دية واجبات يومية طيب لسه ما خدستش لسه ما خدستش اول ما يطلع الكابينة بتاعت القيادة يرجع جهز التوجيه تمام يبقى مية تبريد زيت بطارية اطارات الوقود هيطلع على الجرار وديت واجبات يومية هيطلع الجرار يبدأ يراجع اجهزة التوجيه بتاعته اللي هو يتأكد من سلامة الفرامل يتأكد من سلامة الدبرياش او القابض يتأكد من الدواسة بتاعته الوقود كل الحاجات دي تمدورش الجرار يبقى يبدأ يراجع اجهزة التوجيه يبقى كده ستة حاجات دول الاساسية في الوجبات اليومية للسائج بتاع المعدة بتاعته او الجرار بتاعه بعد كده بيعمل عملية ادارة المحرك ويبدأ يكمل هيكمل ايه يا ارمي؟ هيكمل انه يتأكد من سلامة العددات اللي موجودة في الطابلوب بتاع القيادة يبقى هو عمل الكاشف الاولي والجرار لسه مدرش خمس حاجات وطلع الجرار شاف اجهزة التوجيه ستة بعد كده يبدأ يتعامل مع العددات بعد ادارة المحرك نتعامل مع العددات اللي هو عداد الحرارة وعداد التشغيل بتاعدينه وعداد الوقود فيه عداد رابع العداد الرابع مش هيشوفه ان لما الجرار يتحرك اللي هو بتاع السرعة يبقى دية واجبات يومية لسائج الجرار زائد هيبدأ يتأكد من جهاز الهيدروليك يروح الجاي على العصر الخاصة بالهيدروليك ويبدأ يعمل عملية رفعه وخفضه هو وقف مكانه قبل ما يتحرك بالجرار دي جبات يومية دي واجبات يومية طيب بعد كده عنده واجبات اسبوعية والواجبات الاسبوعية بيزيد شوية خلاص اتفقنا الواجبات اليومية ديت موجودة اسبوعي اللي هي بنقول كل خمسين ساعة يعني لو احنا عددنا بالساعات اليوم بنوع عشر ساعات الاسبوعي كل خمسين او ستين ساعة حسب الشغل بتاعي لان انا بحط جنب كلمة ساعة كلمة تشغيل مش بسيبها ساعة موباما لا انا بقول عشر ساعات تشغيل او خمسين ساعة تشغيل او ستين ساعة تشغيل خمسين ساعة وستين ساعة الي هم معدل ايام الاسبوع الي هو اشتغل فيهم الشغل بيبدأ يعلي الصيامة شوية يعني يعني ممكن ياجي يعمل هنا نظافة البطارية ممكن يعمل عملية شحنة البطارية شح واني بحدد وبعيد الكلمة بقول شحنة البطارية ممكن يعمل تزويد هوى للإطارات يبقى رفع معدل الصيانة بتاعة بعد كده ارفع الصيانة لمية وخمسين ساعة مثلا او ميتين ساعة حسب التشغيل وقول دي صيانة شهرية واقول هنا صيانة شهرية اللي هي ممكن يدخلي داخل الصيانة الشهرية تغيير زيت المحرك وبنائنا عليه طالما الصيانة حددت بميعات يبقى صيانة دورية اللي هو تغيير زيت المحرك لانه محدد بساعات يبقى صيانة دورية معي أعزاء الطلبة والطالبات يبقى هنا اشتغلنا صيانة يومية صيانة أسبوعية روحنا عند الشهرية شهرية ممكن تزول حاجات تاني ممكن أبدأ أراجع بعض الحاجات زي شد سر المروحة اللي هو طالع من المطور للدينامو شد سر المروحة اللي طالع من الجرار للدينامو أيوة أبدأ أعمل له عملية مراجعة لأن هنا فيه نسبة ارتخاء لو أنا طرقتها ممكن مع الوقت وأنا في المزرعة بتاع المدرسة أو طالع أد عملية من العمليات بتاعتي خارج أسوار المدرسة الدنمو بقتش يشحن هنا بنرجع أول حاجة لو ملقيتش الدنمو بيشحن برجع لأول حاجة للسير اللي هو طالع من الطارة أو من عمود بتاع دارة المحرك واخد منه طارة لطارة المروحة اللي خلت اليداتير ورايحة منه على الدينامو وأبدأ أعمل أعادة الشد أو أشوف نسبة الارتخاء وهنا اتفقنا نسبة ارتخاء شد سير الدينامو من واحد ونص سمتي لاتنين سمتي تب بنعيرها ازاي أو بنقسها ازاي بيكون معايا المفتاح الخاص بالطارة بتاعت الدنامو وابدأ يكون معايا مصدر خشب ومعايا مصدر صلب أو قدم صلب وابدأ أعمل ضغطة بسيطة بعد ما حط المصدر الخشب على الترطين وابدأ أعمل عملية ضغط على السير وحط المصدر الصلب وقيد مقدار الارتخاء لو كان من واحد ونص لاتنين سنطي بقى هو في المعدل بتاعه أكتر من كده بأعمل عملية ايشان دي ممكن تبقى كل شهر ممكن أعمل مراجعة للإفزان بتاع المية بتاعة الريدياتير بتاع الكيعان لأن ديك مش أعملها مراجعة يومية زي نسبة الارتخاء مش أعملها مراجعة يومية لأن احنا في المراجعة اليومية ذكرنا حاجات بعيدها هنا أعزائي الطلبة والطالبات زودنا أو رفعنا السقف شوية طيب لو أنا هنا عديت السابعين ساعة خلال الشهر وإحنا اتفقنا عزائي الطلبة والطالبات إن تغيير زيت المحرك بتاع الجرار بيتم من كل خمسة وسبعين لتمانين ساعة تشغير معاي عزائي الطلبة والطالبات زيت محرك الجرار بيتم التغيير من كل خمسة وسبعين لتمانين ساعة تشغير يبقى أنا خلال الشهر لو أنا عندي تشغير يومي يبقى أنا وصلت للمعدل بتاعي يبقى هنا هعمل تغيير زيت محرك أنا بحدد زيت محرك ما قلتش حاجة تاني لأن الحاجات التانية هتيجي في الصيانات اللي بعد من كده لكن هنا أنا قلت طالما شغال على الصيانات الدورية يبقى صيانات بساعات محددة منها ساعات التشغيل طالما محددة من خمسة وسبعين لتمانين ساعة يبقى هنا محدد يبقى ديه صيانة دورية أما هجي غير الزيت بتتبع الإسلوب بتاعي اللي هو أنا هجيب الزيت الجديد هجيب معايا وعاء لتصفية الزيت القديم هجيب معايا المفاتيح الخاصة بالطبة هجيب معايا الكون أو الاستوبة وهجيب معايا الأم يبقى ديه من البدهيات بتاعتي ساعة عملية الصيانة الشهرية اللي هي قلنا هنا تغيير زيت المحرك ملحوظة لتغيير زيت المحرك طبعا زي ما نقست وقلت يكون على أرض مستوية نفس الفكر وانا هغير الزيت يكون المحرك على أرض مستوية عشان الجرار لو أاخد أي منحضر يبقى عني كمية من الزيت مش هتنصفى وبنان عليه بنقول يكون في أرض مستوية ويكون الجرار راجع من شغل ويكون الجرار راجع من شغل عشان يكون الزيت اللي موجود في المحرك زيت ساخر هنا هبدأ أشتغل على السلوكيات اللي هي أنا جبت معايا الزيت بالمقدار المعين لنوعية الجرار وزيت زيت محرك عشان احنا قلنا عندنا زيوت عديدة واتكلمنا معاكم عليها قبل كده لأننا عندي زيت محرك وعندي زيت باكم وعندي زيت كورونا اللي هو الزيت التقيل أو الفلفلين فمش ينفع أروح أغير زيت المحرك بزيت فلفلين أو بزيت باكم يبقى أنا هنا بأتعامل من البطاءات بتاعي النوعيات أو التصنيف اللي موجوده في المخازن بتاع الوقود أو في مخازن الزيوت بنوعية الزيت اللي أنا هاخده للمحرك بتاعي يبقى أنا اخترت الزيت بالكمية بتاعته بعد كده معايا الأم معايا وعاء لتفريغ الزيت القديم معايا السطبة اتفقنا هنغير الزيت والمحرك ساخر هنا نخلي بنا شوية نمسك المفتاح بسطبة أو بكهنة ونبدأ نحل المفتاح ويكون تحت الطبة موجود الوعاء اللي هينزل فيه الزيت ويتم تفريغ الزيت القديم ويتم تغيير بزيت جديد هنا طالما هغيير زيت المحرك عندي حاجة مرتبطة بيه أنا عندي أكتر من حاجة بس هنا أنا بقول على سيانة شهرية المرتبط بيه هنا الفلتر والفلتر أمة من الإسم بتاعه خاص بفاصل الشوائط الفلتر خاص بفاصل الشوائط وعندنا الفلتر نوعين يا إما فلتر هيتم غسيله وقعد التركيبه يا إما فلتر هيتم تغييره يا إما فلتر هيتم تغيير الحشوة بتاعه غيرنا الزيت وغسلنا الفلتر أو غيرناه بنبدأ نعمل عملية ونبدأ نشيل الزيت القديم نحطه في المكان المخصص لديه دي بقى من السلوكيات ديت من السلوكيات بعد كده ممكن أراجع خرطيم الباكر أراجع بس مراجعات أراجع مراجعات خرطيم الباكر ناجي بعد كده بقى سيانة ربع سنوية اللي هي كل ثلاث شهور اللي هي كل ثلاث شهور بناء عليه ببدأ أعمل الصيانات اللي فاتت اللي هي المراجعات وأبدأ هنا أزود عليهم حاجة جديدة اللي هي ممكن هنا أعمل عملية غسيل لفلتر الهوز والحمام الزيتي أو عملية تنظيف أيا كان إذا كان الهوز والحمام فلتر الهوز والحمام الزيتي يبقى هنا أنا هعمل عملية غسيل وتنظيف طيب لو كان فلتر الهوى اللي هو جاف يبقى أنا هنا أعمله عملية نظافة بالهواء المضغوط يبقى أنا أعملت كل الصيانات اللي هي بداية من كشفه وكذا 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 اللي هما الست حاجات أو السبع حاجات اللي خدناهم على الكشف اليومي وروحنا مزودين شوية إننا بدأت أفشوف الفلتر بتاع إزاي بعد كده صيانة نص سنوية وهنا الصيانات بالمعدة اللي بيكون موجود في كتاب التشغيل بتاع المعدة أو الآلة اللي هو الغرار أما أنا هنا هزود ممكن أعمل عملية غسيل للفلتر اللي هو بقى هنا عليك بالصيانة بتاعت شوية ممكن هنا أعمل عملية مراجعة للبطارية فاكرين إحنا قلنا في الأول في الأسبوعي قلنا نعمل عملية شحن البطارية خلاص إحنا النهاردة نهاية الأسبوع نروح ما نطلعين البطارية حطينا تحت تنجر الشحن عشان يعمل لي عادة شحن عشان أما يجي أول أسبوع أبدأ أشغل البطارية بتاعت هنا أما وصلت عنده نص سنوية بدأت أعل الصيانة بتاعت للبطارية شوية اللي هو هعمل هنا مراجعة للبطارية زي أشوف كمية الحمر اللي في البطارية وأنا رايح أشوف كمية الحمر أنا خلعت البطارية هاجي هنا أعمل عملية نظافة للبطارية أغسل الصابع بتاعتها بمية دافية أجهز لها شح أعمل عملية تزويد للحامض اللي فيها واروح جاي حطتها على تنجر الشحن بتاعي لعملية إعادة الشحن بتاعها يبقى احنا هنا وصلنا للصيانة النص سنوية يبقى احنا خدنا صيانة أسبوعية صيانة شهرية صيانة ربع سنوية صيانة نص سنوية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر